أعلنت النيابة العامة السويدية أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2012 في إطار تحقيق يجرى في السويد بالتعاون مع ألمانيا وقالت أولريكا بنتليوز إجلرود المدعية المكلفة بالتحقيق بفضل تعاون جيد مع ألمانيا ويوروجاست ويوروبول تمكننا من اعتقال المشتبه بهم في الوقت نفسه اعتقلت ألمانيا خمسة رجال بيشتبه في ارتكابهم جرائم ممثلة